وصلت سارة لعند الصحر وجبت لها حويج لبسات وثارة كتعاونها وكتحاول ما تخليها شتوقت حتدخل سفر الدين اللي كان كيهضر في طريفها قال وجدتي قالت له صحر آه وهو يقول سارة رجعي مع حمزة وفي القصر اللي سولك حنا مسافرين قالت له صحر علاش قال سفر الدين سارة ديري شنو قلت ليك حنات صارة رأسها موافقة أما هو مشاه الصحر وغادي بها منزلها للطموبيل حمزة شاك منظرهم وهو يبتزمه ديما كان كيقول سعداتهم كون كانت حتى هي عايشة كون ما ماتتش كون لا راها حتى هو هزها بحل هاركا غير وصل السيف حتى الطموبيل كان ديجا القاد حل البان دخلها سيف ومشاركب حتى هو وزاد يلا بغي كسيري وهو يتفكر حملها وساق بشوية وكل مرة كيشوف فيها قالت سيف فين الممرضة اللي قلتي غدا تكون معايا قال ليها حتى الغدة اليوم كين غير أنا وهي تقول له وفين غادي؟ قال خاطف مراتي وغمزها وكمل سوقانه وهو مركز مع الطريق وفي القصر جالسة شريفة في بيتها كات مشا تشعرها حتى بدك ينسليها بقوة وكل جرة كتجر على الرام ديال الزغب ابقاتش حالوية مصدومة قبل ما تبدأ تغوت وعلى غواتها طلعات صارة كتشريه يوم ها وحمسة اللي كانوا عاد رجعوا لقصر باش يرتاحوا شوية قالت الحاشة قاول يا بنتي مالكي صار غير دورات عينيها وشافت شعرها وكمية الزغب اللي طايح في الأرض دارت إديها على وجهها وهي تقول شريفة اجهد شي ما عرفتش اجهد شي قراعيت بدات كتبكي شعري شعري كي يطيح ما عرفتش علاج حمزة بقى كيشوفوا مصدوم وما عارف ما يدير أما صار أمها بدوا كيحاولوا يهدنوها شوية ولكن بدون جدوى شريفة ولات كيش حمقى كتغوت تخلطات عليها الخلعة مع الصدمة حتى ما بقات عارفة فين تعطب الراس لطيفة دخلت عليهم حتى هي وهي كتشوف هدك العجب شريفة غير شافتها وبدات كتغوت وبغطر عليها كتقول ايش درتي لي ايش درتي لي سحرتي لي يا السحارة شعري يا السحارة غدا نقتلك غا نقتلك تلقوا مني لطيفة شافت فيها وزادت وهي كتقول السحار عمره ما كيطفرو ابقاوشي ساعة وهم معها يلا هعد بردات قال ليها حمزة غدا غا يديها عند الطبيبات الجد وبدأوا سارة امها كي هدنوها بالهضرة والحاجة خايفة ليكون السحر القالب على الساحر وسحرها السيف هو اللي رجعوا عليها عواقبه وصلوا لواحد العمارة راقية طلعوا في سانسور وهو هزها بالإيدي غير تحل الباب وهي تحل سحر عينيها كانت شقة فخمة بكل المقاييس ولكن ماشي هادشي اللي خلها تدهش الطابلة اللي قدامها كانت عامرة بالماكلة ودايرة بالشمع وحتى الأرض مفرشة به دارت شافت فيه وهو يبث لها راسها وداها حطها فوق الكرسي وهي تقول سحر إيوهان تطلعتي رومانسي قال ماشي أنا اللي وجدت هادشي قالت له سحر أصلا غيطيح لي يا العجب كون قلتي لي أنتا سيف الدين قال أنا كنعتادر على دكشي اللي ترى وهي تقول له سحر صافي انسى دكشي علي قال كولي بدت سحر كتاكل وهو مرة مرة يشوف بيها غير سالوا الماكلة وهزها عاود وخرجوا البالكون قلت فوق الكرسي هو جالس وهي متكيا فوقت فوق ابقى وش حال وهو ما كيشوفو في النجوم حتى قال الحاجة فاطمة ماشي ممي هزيت سحر راسها فيه قالت له كيف هاش شكون قال ليك انتا هادشي قال ما شي مهم شكون قالها ليه المهم هو أناني عرفت قالت صحة ولكن اشنو غيبدن هادشي فالاخير بباك هو الحاج دار عندها سيف وعينيه فيهم الشرار وقال كيف هاش اشنو غيبدن انا كنقول لك انا ولد غير شرعي واش فهمتي اشنو كيعني هادشي سحر قالت تقدر تكون ماماك الحقيقية ماتت انت ما سولت يهومش باش تعرف اشنو كاين بالضبط وقالت انا كنت عارفة وهو يقول اشنو عارفة قالت كنت عارفة باللي الحاجة ماشي ماماك وهو يقول كيف هاش وفي المستودع قالسين ليكارد كيكميو وكيهضرو وناصر كيشوف فيهم بهدوء كيتفكر دكشي اللي عاشهم عموش حال هادي الحاجة فاطيما كانت قالت سمعيني مزيان سيف ما خاصو يعرف ويلو على هادشي غوت ناصر وقال علاش ميه علاش هو اللي ماشي والدك يعرفوه الناس وانا اللي والدك من صلبك نكون ناكيرا قالت الحاجة فاطيما اسكت واش حماقيتي قالها ناصر اه حماقيت حماقيت وغادي نزيد الحماق مالليك انتي ام عبا ما فكرتيش في هادشي محس على راسه محتاجة تصرفي قفحنكو قالت له الحاجة فاطيما قليل الادام شوف انا راسينين دازو قتلت فيهم انا راسينين دازو قتلت فيهم وضربت بجهدي باش الحاج يبقى معايا وتكون انت هو الواريد من بعد مغنخليش هاد الكالاخ ديا الكدابة يضرب لي ايه كل شي في الزيره ومعاكملت هادرتها معا طاح لناديا الكاس اللي كانت هزف ايديها وداروا بجوج والصدمة على وجوههم ولكن ماشي كتر من صدمة ناديا قالت الحاجة اش؟ اشنو؟ اشنو كديري هنا؟ ناديا عرفت راسها مغداش تخرج عايشة من البيت انا عرفوها سمعات هادرتهم وهي تقول راسي غير كملت هادرتها وطاحت صخفانة حاجة تقول فيقي ناديا ناديا ناصرك يقول غتكون سمعات شي حاجة جوبته الحاجة ما عرفتش الله يلعنك ونرطينا وفضحتينا ياربي ما تكون سمعات والي ياربي وهو يقول ناصر نقتلوها؟ اهه نقتلوها الحاجة ضربته بصندالتها وبدأت تغوض اخرج اخرج خليني نشوف شنو ندير شوية وهيت فيق ناديا ولقات الحاجة فوق من راسها ناديا قتحاول ما تبينواني والحاجة قالت اشنو قا؟ قالت مالي قالت لها الحاجة نسولك انتي لك انتي واقفة مورى باب بيتي بدأت نادياك تدور في عينيها بحالك تحاول تفكر وهي تقول ما عقلتش كنت جاية ناخد من عندك الدوى دي الأطراف ولكن غير وصلت ودارت بيد دنيا وكحالت ما بقيت عقلة على والو قالت لها الحاجة همم با مزيان وهي تقول ناديا شوية أراكي من كنت تعاونيني النوض عونات هالحاجة حتناضت ومشيت ناديا بخطوات بطيئة غير قربات توصلح دي الباب وهو يوقف هاتو تحجب بالغوات ووقفي ووقفي ورجعنا سربذاكرته لواقع وكان كم ملق الفكان دي العقدة القنبلة اللي رابطنوا بها غير فك العقدة وهو يمشي بشوية على رجليه بالحفا احتطل وهو يباليه جوج دياللي غارد غالسين كيهضره فكر وفكر مزيان لو كان في قوته الجسدية كان غيهلكه ولكن بهاد العيال اللي داز عليهم من الاحسن ليه يسلشه قبل ما يسيل الدم كانوا غالسين برا حتى سمعوا شي حاجة طاحت الداخل قال القارد الأول سمعتي شي حاجة وهو يقول القارد الثاني واقي لك هنا شي حاجة قال القارد الأول غادي ندخل نشوف هانا جاي ادخل القارد الداخل وشعل لبيه باش يباليه احتكى يلقى الكرسي خاوي يالله بغى يغوت وهي تجيه دقى لراسه خلاته ينزل الأرض مغمى عليه غير طاح ودخل القارد الثاني وهو يقول ناصر هزوا معايا قال له القارد الثاني بلاش خليه هنا وثير هرب قال ناصر ما عنديش فيه نمشي وهو يقول القارد الثاني هاك هاد الانوان وجبد ورقة من جيبه ثير ليه وغي عونوك قال ناصر تكون شي لعبة هادي اندفنك حي وهو يقول له القارد الثاني قد ضيع الوقت بدأ ناصر غادي وهو يغوت القارد الثاني ناصر هاك ضربني لرجلي دغية ناصر بتاسم وقال ما طلب تغى الموجود ضربوا لرجليه وخله طايح وهرق وخدم عليه الفرد سيف الدين كيمشي ويجي في الصالون وكيحك في الحيته وهاد الشي ما خافيش على صحر حركاته هادو كيديرهم وهو معصر وواصلة به الحد من اللي قالتليه صحر باللي رها كانت عارفة وهو مجنن كيمشي وكيجي قالتلو صحر سيف الدين عيني حمرين قالوا سوكتي ما تهضريش وقفت قدامه وقالت لا غادا نهضر انا مراتك ماشي واحدة من دوك اللي كتلعب عليهم غنهضر وغتسمعني انا ما خبيتش والديك منعوني نقوليك شي حاجة ونزيدك سمعتهم غير بالصدفة ماشي جاوا عودليا وخبيت كاين فرق كبير اصلا كل شي جا متابع عاقل نهار خرجنا من اللي كلينيك كنت باغا نهضر ونعودليك كل شي على والديك وعلى صارة ولكن عرفتي شنو اللي خلاني نخبي هي هاد سوكتي اللي كتقولها لي كل مرة يا اما بقد سمعني يا اما ما تلومنيش من بعد من اللي نخبي عليك قلت له هاد الهضرة وطلعت البيتها مشاتني شان غسلات وجهها ومشات البلاستها التكات وهي كترجع عن نفسيانها بقى سيفك يفكر وطلع انت صاحر طلع عليها لقاها لعسات قرب لي هوباسها فراسها احتاجها خارج وهو يشوف فيها ورجحها تجاكيته حيت برديلتو تخش حدها جرها من كرش هال عندو واتكا وهاد المرة ماشي بحال كل مرة مستحيل يهرم منها ومستحيل يخليها بوحدها بقى متكيش حال وقيلعب لها فظهرها حتى هي استحلاتها عاد ما زالت تخشات فيه حتى حس بتليفونه كيصوني حييد قدو من تحت عمقها بشوية باش مايفيقهاش وهزوه دخل تسجيل الكاميرا وشاف كل شي على عينيه في الديبو ابتاسمه وقال هاد الشي اللي كنت باغين عرب اهرب فين قدك تهرب غنجيبك ولو تحت سابع عرض حط تليفونه ورجع النقه وهو كيتسنى الغد من لي وقفو قدامو شرحولي كيف هاش هرب وهو في الاصل هو اللي ارخف العقداد ناصر من لي كان مغيب بالعصال اللي اعطاه عارف ان ناصر كيشكل عليه خطر ولكن متضطر يدير هكا هو الوحيد اللي غيوصله الفينباغي كانوا قالسين كيتعشاوا الحاجة وصارة وشريفة اللي ده يرزيف على راسها وغير ساهية ارقيك تسربي ليهم العشا وهي تقول عرفت يا الحاجة اصيل اللي كانوا لباس عليهم ارجع للمنطقة صارة غير سمعاتها شنو قال ترقية وهي تشرك وبدأت كتكح احتعطاتها لطيفة الماء وهي تقول الحاجة فطيمة وشنو ارجع يدير ياك كان مشال برا ارقيك تشوف صارة وهي تقول ها ما نعرف ارجع وولي لباس عليك هو ومراته صارة بقد كتسمع ورجليها كتتهز تحت من الطبلة ولكن ما بغاتش تعيق بقد ساكتة وكتاكل وهم كيهضروا عليه وعلى مراته شحال زوينة بقات كتحسب الضقايق انتي يكملوا احتبال لها حمزة داخل وهي تنوت بالزربة مشات عنده خلاتهم مفاهمين والا وهي تقول حمزة بغيت نهدر معاك قال مالكي وقعت شي حاجة قالت له لا ولكن بغيتك تعاوني في شي حاجة قال ليها اوكي اجي معايا سلم عليهم من بعيد وطلعوا وهو وياها الصالة الفوق وفي الكوزينة رقية قالت مالكي ثاني قالت لها عزيزة احبل الكدوب قصير وانا مبقيتش قادة نغدرهم هم موكليني ومشربيني من طعامهم قالت لها رقية كيف هاش؟ وهي تقول عزيزة كيف ما سمعت غايجي شي نهار وغيعرفوك ماشي بنتي رقييش بداتها من عمقها احتى كانت غدا تخنقها وهي تقول سمعيني مزيان كدوبك كتخلص عليه والغدر كنت تفكري فيه نهار قلت لك تعاونينا ماشي احتال دابة عاد غديري فيها الشاذفة العفيفة انقطت لك وما نحنش سمعتي عزيزة بدت كتكح وكتحاول تحيد ليها ايدها كتقول افهمت افهمت وهي تقول الرقية هاكا كاماما وغمزاتها وخرجاتها وفي الصالة الفوق قال حمزة هانا كنسمعك قالت له سارة بغيت نرجع الفرنسا قال لها حمزة علاش قالت بغيت نكمل قرايتي ما بقيتش بغى نبقى هنا وبويقول لها حمزة وانا شنو المطلوب مني قالت تهدر مع سيف الدين قال ليها حمزة سارة باش ما نكدبش عليك خوك قاسح وانتي عارف هادش غلطك ما زال ما نساهش ليك وبزز باش مميك عليك يعني اذا بدت معاه هاد الموضوع وعرفك بغيتمشي لش بلاسة العواقب ما غيكونوش كيف ما احنا باغيه سارة بدت كتبكي وقالت الله يخليك عاوني ما يمكن لياش نبقى هنا عافاك ناضحة من بلاسة ومشى عندها ووقفها وشدها من كتافها وقال سارة شوفي فيا اشنو اللي مخليك بغيتمشي جيني من لخة من هاش بغت هربي سارة ما عرفاتش كيفاش ولا علاش تلقى ترسها كتعود ليه كل شي على الاصيل وكيف هاش تصورها معاه وتهديد رجلها وخوفها من سيف ضم روحياتها بقاتك تعود له ناسية باللي كان قدامها حمزة حساتورها صديقها ماشي صديق خوها حتى هو خلها حتى كملات وضمها العندور صدره العريب وقال كل شي فات والهروب عمره ما كان حال انتي قوى من هدش وإلى ما كنتيش قادرة تواجهي الامر بوحدك أنا غنواجهه معاك ولكن تهربي وتغربي على ود واحد ما دار حتاش يخطو على قبلك لا صار قالت ولكن قاطحها بصرامة وقال ما كانش ولكن هاد الموضوع سديناه وهي تسكت صار وفي الصباح صحر كانت مخشية في سيف كي حلات عينيها حسات بالمرار في ممها ونادت كتجري الطوالات كتوت أما السيف غير حس بيها تخطفات من حداه ونادت بحا لقاها قال صف الأرض وسخفانة هزها من الأرض وحطها فوق الفراش وقال نعيت للطبيب قالت لا هاد شي عادي تك حداها وحط ايدو على كرشها وقال ايش هاد شي يا صاحبي بغيت نقلبها معاك ولا وهي تقول وإلى كانت بنت غتقلق قال من الأحسن هلت صحر خسرت سيفتها وقالت من نيتك إنهن المؤنسات والغاليات وهو يقول ما قلتش العكس غير هي غدا تعاني معايا قالت عارف راسك مصيبة كيبالي ياه كيبلي بها ربي عباده اليوم صارمت حمصة بغت نسى كل ما فات ناضت من فراشها وعينيها كلهم قوة دخلات ودوشات وخرجات قطعت شعرها الطويل لبسات حويجها وهزات ساكها ونزلات لقيت الحاجشة فرحانة وحتى حمزة وهي تقول صارة شنو واقع غير دارت الحاجشة وحمزة وبقاو مصدومي رجعت لإشراقتها رجعت صارة القديمة حمزة مقدرش يحيد عينه بمرة عليها وشريفة اللي كانت قال صحتها هي قالت لها الحاجشة الحاج فاق من الغيبوبة صارة فرحات ولكن هزة في قلبها من جهته وكتسناه ينوت باش تواجهه قرات تواجهه باش تفك من ماضيها وما يبقاش ضاميرها فيما شاف تسيف كيعدبها قالت الحاجشة فين غادة؟ صارة ما هدراتش قلسات تفطر وقلسوحتها هما وهي تقول صارة أنا خارجة قلت لها الحاجشة ومعا من تشاورتي صارة فضلات ما تجاوبش حيت من لي رجعت وهي كتفادات هدر مع الحاجشة لأسباب هي بوحدها عرفاهم حمزة قرب الودنيها وقال جيتي زوينا صارت ذا نقات وقالت شكرا قال لها حمزة فين غادة؟ قالت له عند الحاج نشوفه ومن بعد غدا نمشي نتقييد فلاسالت فبور وهو يقول وخا أنا غدا نوصلك غير كملات فطورها طلحها الفوق ولبسات حويجها خرجوا وحطها فتو موبيل وزاد أمار قيا ركبات مع القارد اللي وصلوها الصباح وقاول تحت مسافة الطريق وكانوا قدام القصر خرج سيف الدين هالصحر ودخلها وجانيشان في شريفة والحاجشة مازالين جالسين كيف طور وحمزة وصارة عاد نايدين وهي تقول صارة ها حنا تاني على الحب خنزر فيها سيف الدين وطلحها وهبطها وقال فين غدا؟ قالت غدا؟ قاطحها سيف الدين وقال نطقي وهو يقول له حمزة مالك صاحبي؟ خادت شوف بباها وهو يقول سيف الدين طلعي اللي بيرو صبخيني ودك الشي اللي دارت حنات راسها وطلعات لطيفة غير سمعات الهضرو هي الطل من الفوق وشافتهم قلبها ضرب من اللي شافته مشاهيت عنك وتبوس وتقول ليه ولدي أنا هي أمك ولكن ردت فعله خافت منها تقدر تجرحها وهي ما عندها حتاش يدن في مجرى قالت الحاجة ووالدي سيف سيف الدين ما دارش نهائيا لجهتها حدوشها في الصحر اللي كتطلبه بعينها يسكت وما يقولش حاجة خيبة وطلع في الدروج هالصحر وكيتنفس بالجهد شافت فيه وهي تحط ايديها على صدره وقالت سيف تهدن قال غا تبقى في بيتك وما تتحركيش منه نهائيا فهمتيني؟ قالت ولكن قاطعها سيف الدين وقال بيتك ما تخرجيش منه هادرة واحدة قلت هادك دخل سيف صحر البيت وحطها في فراشها وهي دخل عندهم خالتها خلاهم بجوج كي هادروا وخرج مشال البيرو اللي لقى فيه صارة قال ساكت العب سبعها قال كيف هاش بلانك انتي؟ قالت كيف هاش؟ قال سمعيني يا صار غنهدر معاك هادرة واحدة وما غاديش نعودها ومشا حدا هوجلس مقابل معاها وقال ذاك الشي اللي جرى انا ما ناسيهش وما غاديش نفده انتي خنتي تيقتي وضربتيني في ظهري ولكن انا دوستها لك ويمكن قلت تربيتي من ذاك الشي اللي دال ولكن هاد المرة نشم منك غير ريحة الغلاط غادي نعود ليك التربيه من اللوظول غا نعود ليك التربيه من جديد وما غاديش نحن فيك وانتي عارفاني وعارفة كل كلمة كنقول ايضا غاديت واللي تخرجي بإدني والدخل بإدني ويكونوا القادم هاك من اللي تخرجي حتى تراجعي وممنوع تعتبيها بوحدة صارحنا تراسها وقالت له مفهوم وهو يقول غادي تمشي معا حمزة غير هاد المرة وثاعتين بالحساب نلقاك هنا قالت واخا وهو يقول سيف الدين تقدري تخرجي هزايت صارة ساكها وخرجاتك عارفة باللي ماشي بالسهل ترجعت يقتوفيها ولكن هي غلطات ومستعدت تحمل عواقب أخطائها وفي السبيطات كان أصيل بلبسة ديال الطبيب وهاز ملف إيديه وكيشوف فيه غير هزدراسو شافش كون قدامو تصدم دور عينيه وعاود قراءة اسمية المريض اللي هي اسمية الحاج وتفكر بقى كيشوف سارة اللي شافت فيه شوفات قاسحين وقلبات عينيها أما هو بقى ساهي وكيتفكر في دكشي اللي دوزوش حال هادي قال أنا باغي متزوجها باغي هالحلال وهو يقول له الحاج عادي لا ما يمكنش قال أصيل علاش ياك انت كتعرف بباها فين هو المشكل قال له الحاج عزيز قلت ليك اللا هي اللا غادي تمشي تكمل قريتك وهاز ساخت هرضا وانت اختار بقى كيشوف عاجز قدام بباها حتى كيسمح في الحاج كيقول له ولدي ها ولدي أصيل شاف فيه قبل ما ينطق وغصى في حالته قال له الحاج كيف كتحس قال له الحاج الحمد لله أنا سلامت كولدي في بلادي وقتاش رجعتي أصيل قال ماشي بزاف الله يسلمك الحاج آآ غادي نخليك عندي واحد المريض آخر غا مشي نشوفه ونرجع عندك وخرج بسرعة من الغرفة عاد بدك يطلع النفس وينزلها وهو حاس براسه مخنوق وخصوصا الشوفات اللي دهرت فيه وفي القصر جالس في البيرو كيشوف خدمته اللي هملها ها دنيا حتى وصلوا الاتصال قال له الشخص سيدي المواصفات الفرملية اللي قلت لينا ما القيناهاش واحتى شي واحد معرف دك النهار شكون خدرك قال سيف الدين شفتو الكاميرات؟ قال لي الشخص شفناهما سيدي كايبانو غير عينيها وثولنا كل شي واحد واحد معرفها وهو يقول سيف الدين اوكي حط التليفون ورجع الكورسي اللو مرجع معاه راسو كيتفكر ما يمكنش يكون تخاير عارف ومتيقن ان دك الشي اللي شاف حقيقي وشكو كان في محله هاد الاتصال من هادك النهار هو كيتسناه باش يتبتليه شو كوكو واحتى شفاتها ليه قبل ما تخدروا زادوا نواوها نفس الجرأة ونفس الشوفات وخصوصا نفس اللون كيتمنى من قلبو يعرف شكون ديك الفرملية وخايقلب عليها الأرض باش يلقاها حيت من هار شافها وهو بغي يتأكد من حاجة واحدة نزلات التحت ولقات فعلا حمزة واقف كيتسناها غير شافها وهو يحل الباب لها وركبات ومشحته وركبه كثيرة متوجه للمستشفى كانت ساكتها الطريق كاملة احتنطق حمزة هاد الحيوية بسباب رجوع اصيل صار دورات وجهها باستغراب عنده قالت اكيد الله قال حمزة همم وشنو سبب؟ قالت معرفتش فقت مصمى نغير حياتي وان سمافات وانصحح اخطائي قال حمزة مزيان دورات صارة رأسها جهة الزاج مرة فرع وهي كتفكر واش يكون اصيل انساها ياك شحال هو كيتباحها وبسبابه تدمرت حياتها فكرات حتى عيات ولعنات الشيطان هي مصمى انها هاد المرة ما غتخلي حتى شي واحد يدمر لها حياتها ولا تخيط ضن سيف فيها ليه وخجاعها تشيلي دارت ما فضحهاش ما حسات براثها حتى كانوا قدام سبيطان نزلت ودارت شكرات حمزة حي توصلها اما هو امشى وخلاها وفي القصر قالت لطيفة فين كنتم صافرين؟ قالت صحة كنا عاودي ليا بعدا واش عرفت ايش نوترا؟ قالت لها لطيفة ايش نوترا؟ وهي تقول صحة سيف الدين ماشي ولد الحاجة لطيفة بدا قلبها كي ضرب بالجهد قالت وشكون قالها ليه؟ وماش عرف؟ وولد من؟ قالت صحة قاوي لي غير بشوية ما عرفتش التفاصيل ولكن عرف بلي الحاجة ماشي امو وبعد خل غيبوه بسبب هاد الشي خمسات لطيفة وقالت يستاهل وهي تقول صحة قلتي ايش حاجة؟ قالت لطيفة لا وصيف تقبل فكرة الحمل؟ جاوباتها صحة اها مبقاش عندو مشكي سولاتها لطيفة كيف هاش؟ واش نوت رحت تتقبلها؟ وبدات صحركة تعاود لها باللي هادروا وشرحات ليه واحتاه هواش رح لها باللي غير كان خايف وفي مكان وسط الغابة في واحد الديبوك كيقول الشخص مزيان دابا وش دات؟ قال الشخص الثاني شكرا لدكتور مجهوداتك بانو وهو يقول الشخص ش هالو اللاتك تشبه لها؟ ما كينحتاج اختلال؟ انطق الشخص الثالث بدحكة انتوية يواره اختي وهو ما ما زال كيهضروا احتى كيسمعوا ليغارد كيقولوا ليهو مرا شي شخص بغي يدخل عندهو واسميته ناصر وهو ما تسناش ليغارد يردو عليه ودخل مع الدخلة يالله بغي يهضر وغير دارت عنده البنت اللي كانت واقفة وعاطية الباب بالظهر وهو يحل فمه بقيتها واني تحت تأثير الصدمة قبل ما يطيح فاقد الوعي وفي السبيطار دخلاته عنده بعد ما نقلوه الغرفة اخرى وكيشافها داخله بتاسم وهزئدو جهتها شداتها باستها وجرات كرسي حداه وقلسات قالت شوية دابا قال الحمد لله على كل حال وهي تقول صارة عارفة ماشي وقته ولكن بغيت نهدر معاك في واحد الموضوع مهم بغيت نرتاح ابا قال اهدر وهي تقول انت عارف باللي ماما قتلات نادية الحاج ترتق عينيه وقال اشنو؟ يلا غدا تنطق وهو يتحل الباب ودخل اخر شخص كانت كتتوقعه يدخل صارة غير شافت اعصيل وتخربقات اما الحاج غير خرج اعصيل وهو يبدأ يغوت اش كنتي كتقول انتي؟ قالت كيف ما سمعت قال الحاج ما يمكنش ما يمكنش انا كنت معاها في السبوع منين جبتيها ادلا هدرا؟ صارة ما عرفاتش واش تيقبها او لا عينيها ولكن فضلات تتأكد من الموضوع بطريقتها قالت انا ما عرفتش ولكن هي ديمة كانوا مشاكل بينها وبين ماما قال الحاج واش حماقيت يا بنتي كينشي واحد كيحط الباطل على والدين وهي تقول صارة انا غير سولتك ونادت باش تمشي احتوقف هالحاج بحضرتو قال صارة خوك اللي قال لك هادشي استغربات صارة وقالت له لا وخرجات رافضة تكمل القلسة محباها دخول اصيل خربقها وباها اللي باين ما فرصه ما يتعاود ويمكن تسرعات من اللي قالت هالو كانت غادة وهي كتفكر في هادشي وغافل على رجليها اللي كانوا خرجوها من سبيطان وقطعوها الشانطة بلا ما تحس ما فاقت من سهوتها إلا بكلاكسون من طموبيل جاية طايرة قبالتها سدات عينيها ورجليها في شلوب الخلعة كون مائت قوية جراتها بالجهد والطموبيل عوجات طريقها باش تجنبها حلات عينيها وهي مصطومة وما زالة فاشلة بالخلعة كان هو قال هوش حماقتي باغت تموتي صارة قالت له بعد مني ما تقيسنيش هو يقول منيتك كون بعد كل راه همك يصليوا عليك دابا صارة جاوباته باستهزاء بغيت نقول لك صلي عليا معاهم ولكن جنازتي ما نبغيش يحضروا لي هاش مايت أصيل وجهه ودني حماره قرب لي هاو شدها من دراحة بالشهد وقال عاودي شنو قلتي صارة بدت كتحاول تفك إيدها اللي كان مزيرها ليها وكتقول له طلق مني طلق حمزة ستاسيونة ونزل بكل هدوء قصدهم وقال قالت ليك طلق منها أصيل شاف حمزة وقال بغيت بان راجل على ظهري حمزة بتازم بتسامة جانبية ومشى حتى وصل إحداهم ونزل راسه وشافه كيشد فصارة وهو يعود يطلعه ودخل نيشان في أصيل براس حتى طاح نيشان في الأرض وقال أنا راجل بس سيف عليك خلا أصيل طايح كي مسحسني فولي سال بالدم وجر صارة من إيدها وركبه فتو موبيل وكسيرة وفي القصر مشانيشان البيتو بدل حواجه أما صاحب كانت في الحمان غير خرجاته لقاته واقف قدام المرايا وكيقاد سرواله من اللون قال ملكي صفرة وحت إيده فق جبهتها وقال نعيط للطبيب قالت له لا أنا غدا نعسل وغنرتاح سيف الدين جرها من خسرها عنده وقال ما تنزليش لتحت قالت له علاش وهو يقول مرة واحدة في حياتك ديريدك الشي اللي كان نقول ليك قالت فين غادي سيف الدين طلع النفس ونزلها ومشاحدها وقال حبيبي أنا عندي غارات ساعة وغادي نرجع قالت وعلاش غادي معاك بهذا قال ما يمكنش نخرج بلا سلاح كي ننبساف دي الأعداء بس هف فمها وقال نعسي وارتاحي غا تفيقي وغا تلقيني حداك قالت وعد وهو يقول لها وعد وخرج سيف الدين من بعد ما غطاها أما سحر بقات كتفكر حتى غفات وفي الطريق حمزة سايب وكيشوف قدامه وصار معارفة ما تدير معارفات ما تقدم ولا ما توخر تنطق ولا تسكت كيبان لها هادئ ولكن هي مرتابقة أصلاً علاش غدا تشرح ليه ابقاتها كاك حتى وصلوا لقصر ونزلت هي اللولة وطلعت نيشا نلبيتها أما هو ابقاش حال في الطموبيل كيكمي عاد دخل ومع الدخلة لقى الحاجة وشريفة قال سين قالت الحاجة كيبقى ولدي الحاج ما عرف باش يجاوبها حيث قبل ما يخرج ثولاته قال لها غدا يشوف الحاج وقال لابث شوية قالت له الحاجة غدا إن شاء الله نمشي نشوفه اليوم كنت عيانة وهو يقول حمزة الله يجيب الشفاء ودار عند شريفة الي من نهار ذاك المشكيل وهي غير ثاكتا وقال شريفة ام تبعد ولي عطاتك الطبيبان شعرك؟ قالت بحزن اه وهو يقول مزيان خلاهم وطلحت هو البيتو وسد الباب وسيف كيوصل لديبو القليجارد كيقلبو والدنيا مقلوبة محسوا بيح توقف عليهم ولو كلهم عرق سيف الدين قال اشنو واقع هنا؟ وهو يقول القارد اللي هرب ناصر سيدي كنا البارح هاضي النافنو بتنا وسمعنا بتخرشيش ومنلي دخل صاحبي يشوف مارشعش ودخلت انا ولقيت صاحبي طايح وضربني ناصر بالفردي باقي يلا غيكمل هضرتو وجاتو قرطاصف وسط رافو خلاتو يطايح ميت وقال سيف الدين هاد خوناء درس لأي واحد في كون حاول شنهار يخضرني غد حضروه لي من هنا اليومين إلا كان في اسما نزله وإلا كان في الأرض طلعه قالوا ليجارد مفهومة سيدي اطلعتو موبيلته كثيرة وخلى ليجارد كيقلبو وقلبهم غيخرج ما فاهمين والو ولكن اللي متأكدين منو هو أن مصيرهم غيكون حال هادا اللي مات إلا ما نفدوش اشنو قال ليهم ودازة سيمانا والأحوال نفسها من غير أن الحاج بلهم زيان وعاد خرج بشي يومين ورجع للقصر أما السيف فكيتفاد يشوفو واحتى الماكلة كيخرج صحار اللي ولاتك توقف عادي يأكلو برا صارة وحمزة من هدك النهار وهو ما ما كيهضروش خلاها ما عارفاش اشنو بيه واشنو دارت احتقلب عليها واليوم هو نهار المباراة ديال سيف الدين اشحال هو كيستعد لهد النهار جالس حمزة وصارة وصحر وسط الجرمهور كيشجعوه كيشوفوه هو داخل والمشجعين ديولو كيهتفو بسميتو والأضواء كل هنصلت علي كانت اجواء معتادة لصارة وحمزة اللي ماشي اول مرة كيحضرو المباراة ولكن صحر قد ما كانت مفتخرة بيه وعاش بها بطولته وتيقتوف راسه اللي باينة من عينيه قد ما في نفس الوقت كانت خايفة وهي كتشوف خصمه اللي ما كيقلش عليه في الدخامة ديالجسم القاو التحية وبدال معلق كيهضر والأضواء مسلطة علي حكم المباراة اللي اعلن على البداية كان كيدرب وكيرجع يحمي وجهه متمكن من حركاته وفي لحظة دور وجهه جهة الجمهور وهو يشوفها سد عينيه بسرعة وعاود حلهم وهو ما متيقشا شنو شاف قدامه يمكن غير طيفها ابقى كيشوف فيها وهي دايزة ما بين الجمهور واحتى هي عينيها في عينيه احتى ضربوه خصمه وطاح الأرض وهو دايخ كيسمع بزاف دلأصوات كيغوته وصوت الحكم اللي كان نازل مستواه وكيدرب في الحلبة بإيديه وهو كيحزر وقفات سحر مفزوها وقلبها كيدرب بالخل عاليه وحتى صارة أما حمزة كان غير جالس ما زال كيتسنه ينوت ولكن خيب أماله وصلح كم العشرة وكان سيف قد الوعي هزوه وخرجوه من الحلبة نيشان لسبيطار صارة وحمزة نادو كيجريوه أما صحر بقات جالسة في بلاستها بصدمة احتى استوعبات شنو ترا عاد خرجات البره كتقلب على حمزة وصارة احتى حسات بشي ايد في ظهرها وهي تقول لها شوفها واحدة مني خلته يخسر المباراة ويفقد وعيه صحر مصدومة حيث شافته فين شاف قبل ما يتضرب وشافت هاد خطنا مني ندازت وهي تقول شكول انت قالت انا نادية وقالت نادية نادية نزلت من عينيها دمعة حارة وقالت نادية ماتت نادية دارت على رأسها وهي تقول ها انا كيف ما كتشوفيني قدامك صحيحة فصيحة صحر كتحس انها كتعرف هادي اللي قدامها وهي تقول ما يمكنش صوتك فايتها سامعة ما يمكنش بقالتك تشوف فيها احتى حسات بالدوخة وشدات في الحيط اللي حداها غمضات عينيها كتحاول تنفس وغير حلات عينيها وقالت نادية طارت بحلة كانت غير كتخايل وبقالتك تقول ما يمكنش وفي التموبيل قالت صارة اوي لي فين صحر قال حمزة ما عرفتش هيك كانت حداك قالت ما عرفتش انا حساب لي رهورانا شاف فيها حمزة ونزل من التموبيل بعد ما سدها عليها باش ما تتبعوش ودخل الداخل كيقلب ما خلى فين مشا حتى كتبال ليه قال صف الدروج اللي كانوا حتى الدخلة قال صحر قرب حداها وهي غير قال سو كتشوف وهي كتفكر في دكش اللي قالت ليها نادية بشوفها مني خسر وفقد الوعي فاقت من سهوتها من بعد ما حركها حمزة بالجهر قال ليها صحر ملكي واش كتضرك شي حاجة هزيت عينيها المدمعين كتشوف فيه وقالت كانت هنا قال شكون شكون ره خاصنا نمشي قبل ما يخليها تهدر نوضها وزاد بها للتوموبيل ركبها وزادوا نيشا للسبيتار وغير وصلوا للسبيتار دخلوا كيجريوا ومراهم صحر غادة وساهية حتى وصلت عليهم ولقات الدكتور عاد خرج حتى وصلت عليهم ولقات الدكتور عاد خرج وكيهدر معهم والكونش ديالسي في الدين حتى هو واقف معهم قال الدكتور شي حاجة ماشي طبيعية قال حمزة كيف هاش وهو يقول الدكتور اعلاء ما قريت في التقرير من اللي وصل انه كانت عنده مباراة واكيد داروا ليه فحوصات قبل يعني ما يمكنش يكون متعاطل شي حاجة ويخليوه يلعب حمزة قال ما فهمتش دكتور وضح ايش من تعاطي؟ قال الدكتور التحاليل بينوا ان فقدان الوعي انتج عن تعاطيه لمنشطات ومهلوسات صارة قالت اوي ليه وهو يقول حمزة ما يمكنش كينش غلط سيف الدين ما كيتعاطاش لهادش نهائيا وهو يقول الدكتور هادشي اللي عند نف التحاليل سمحوا ليه زاد وخلهم مفاهمين وان صارة مصدومة وحمزة كتار منها اما صحر كانت غير كتسمعو ثاكتة كتبان هادئة قال حمزة اشنو غيديرو معاه؟ وهو يقول الكوتش بأسف في هاد الحالة غيوقفوه على الملاكمة ايلا تبتت برأته ويقدروش الدوهره الاعتقال حتي يحقه معاه هو يقول حمزة علاش يشدوه؟ قال الكوتش التزوير على قبل التقرير قبل المباراة ما فيه وعلو والتقرير جلس بيطار فيه مهلوسات اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر